بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دفعها من اضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوما قيامة هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوما قيامة لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم وخلاف الإمام يبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم ولكنه يدل عليه بالالتزام أي لأنه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد فقوله لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل فيلزمه نفي جميع أفراده وإضاح نوم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحوين وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين فالمصدر داخل في معناه إجماعا فالنفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤون إلى معنى النكرة في سياق النفي ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله ينفق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر النحو لا شربت شربا مثلا لا شربت شربا مثلا أفاد العموم مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المسلف رحمه الله الشيخ الشنقيط في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة هذه الآية في سورة البقرة في قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وإشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذه الآية في الكفار ومفادها أن الله تعالى لا يكلم الكفار في قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ونفي التكليم هنا يفيد العموم ولذلك أطال المصنف رحمه الله في تقرير هذا المعنى في قوله ولا يكلمهم الله حيث قال رحمه الله هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة لأن قوله ولا يكلمهم هذا التعليل فعل في سياق النفي وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من سياق العموم هذا على أحد القولين في المسألة وعلى هذا القول يقع الاضطراب أما على قول بأن النفي لا يفيد العموم ليس في الآية إشكال لا تتعارض الآية مع الآيات التي فيها إثبات تكليم الله تعالى للكفار لأنه يحمل على حال أو يحمل على نوع من الكلام لأنه ليس عاما أما على القول بأن النفي هنا يفيد العموم أي لا يكلمهم أي كلام وكل كلام إذا قلنا أن النفي الفعل في سياق النفي يفيد العموم يكون قوله تعالى لا يكلمهم الله ماذا يفيد؟ نفي أن يكلمهم الله كل كلام لأنها تفيد العموم الفعل في سياق النفي يفيد العموم تمام؟ أما على القول بأن الفعل في سياق النفي لا يفيد العموم هل يكون في الآية إشكال؟ لا يكون في الآية إشكال يكون هذا نفي لكتكليمهم في حال أو في زمان أو في ظرف أو في أي نوع من أنواع الكلام يحمل عليه هذا النفي وبالتالي يستقيم لا يكون هناك تعارض لأنه ليس هناك عموم في حال العموم يقع توهم الاضطراب يقع توهم الاضطراب فنحتاج إلى جمع وإلى جواب واضح؟ الكلام الذي قرره من قوله وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من سياق العموم وسواء كان الفعل متعديا أو لازم إلى آخره كله بحث في قاعدة هل الفعل في سياق النفي يفيد العموم أو لا كله في تقرير القاعدة لا صلة له بالجواب ولا صلة له بالآية على وجه الخصوص إنما هو على العموم في هذه القاعدة وإذا استقرت القاعدة اندرجت الآية ضمنها ما الذي قرره رحمه الله في قاعدة الفعل في سياق النفي هل يفيد العموم أو لا الذي قرره هو أن الفعل في سياق النفي يفيد العموم فلما تقول لا يكلمهم الله أن تنفي الآن كل كلام تمام؟ لما تقول لا تأتي أن تنفي أي إثيان لا تأكل أن تتنفي أي أكل وليس النهي لا يأكل لا يأكل ولا يأتي ليس نهياً حتى النهي سيأتي أنه النهي كالنفي وحتى الاستفهام الوارد على الفعل كل ما تكون النكرة فيه مفيدة للعموم في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام يفيده الفعل لماذا؟ لأنه ينحل الفعل بمصدر والمصدر نكرة فيكون كالنكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام لهذا يقول مصنف رحمه الله وسواء كان الفعل متعدياً أو لازماً على التحقيق خلافاً للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله خلاف في حال لا في حقيقة لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم لكنه يدل عليه بالالتزام إذن في النهاية أفاد ما أفاده القول الأول أي لأنه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع أفرادها فقوله لا أكلت أو لا أكلت مثلاً ينفي حقيقة الأكل فيلزمه نفي جميع أفراده وهذا هو قول من قال إن لا أكلت يفيد العموم من جهة أن الفعل جاء في سياق النفي قال وإضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل هذا الآن بيان في قوله من قوله وإضاح عموم الفعل هذا بيان كيف أفاد الفعل في سياق النفي أن في العموم من إينات العموم يقول إضاحة عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل اللي هو مثلا في قولي ولا يكلمهم ينحل عن مصدر ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين فالمصدر داخل في معناه إجمالا يعني في معنى ما نفي لا كلام لله معهم لا كلام لله معهم أو لا تكليم لله لا تكليم لله معهم فالفعل ينحل بمصدر ويكون مصدرا في سياق النفي والنكر في سياق النفي ماذا تفيد تفيد العموم ولذلك فالنفي داخل على الفعل بنفي المصدر الكامن في الفعل فيأول إلى أو فيؤول إلى معنى النكر أو فيأول ينتهي إلى معنى النكرة في سياق النفي والنكر في سياق النفي عند جمهور الأصليين ماذا تفيد تفيد العموم قال ومن العجيب أن أبي حنيف رحمه الله يوفق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو لا شربت لا شربت شربا مثلا أو لا شربت شربا أفاد العموم مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم هذا يعني من عدم اضطرات قول أبي حنيف في هذا المسألة انتهينا من القاعدة نرجع الآن إلى أصل الآية الآية ما هي قوله تعالى وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الآن على القول بعموم الآية هذا نفي لكل كلام هذا يتعارض مع الآيات التي أثبتت أو يتوهم التعارض مع الآيات التي أثبتت أن الله يكلم الكفة كقوله تعالى لما يقول المشركون في أهل النار رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ماذا قال الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون القائل المتبادر للذهن من سياق العائم من القائل المدعو المسؤول وهو الله لأنهم قالوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قال اخسأوا فيها قال الله في جواب سؤالهم اخسأوا فيها أي في النار ولا تكلمون فناهم عن تكليمه هل هناك آيات أخرى تفيد تكليم الله تعالى لهم؟ نعم منها قوله تعالى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ والسؤال يقتضي تكليم وأجمعين أي جميع المكلفين وكذلك قوله تعالى فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ والسائل هو رب العالمين جل وعلا والسؤال لا يكون إلا بكلام فالآيات دلت على أن الله تعالى يكلم الكفار وفي صحيح الإمام مسلم نحديث به هريرة أن الله تعالى يكلم الكافر فيقول ألم أزوجك ألم أربعك ألم أجعلك تتنعم فيقول بلى يا ربي قال أكنت تظن أنك ملاقي فيقول لا فيقول اليوم أنساك كما نسيتني وهذا نص وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جريل ابن عبد الله البجلي ما منكم أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان الخطاب هنا ليس لأهل الإسلام فقط أحد من الناس من المكلفين من الخلق فالأحاديث لا يدل على أن الله يكلم الكفار فما الذي نفاه هنا عندنا توهم تعارض بينما دل عليه قوله تعالى ولا يكلمون الله يوم القيامة وبين قوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون المصنف رحمه الله اختار هذه الآية واقتصر على إثبات توهم التعارض بهذه الآية فمن هذا أجاب أجاب بجوابين رحمه الله يقول والجواب عن هذا بأمرين والجواب عن هذا بأمرين الأول وهو الحق أن الكلام الذين فالله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير وأما التوبيخ والتقرير والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم ولم يقصد بالنف في قوله ولا يكلمهم الثاني هذا الوجه الأول أن ما نفاه الله من التكليم غير ما أثبته من تكليم فما نفاه من التكليم هو تكليم البر والرحمة والخير والإحسان وما أثبته من تكليم هو نوع من العقوبة التي لا يفرح بها صاحبها ولا يحصل له بها فرج بل هي مزيد عقوبة وشر على المكلم قال أغسأوا فيها ولا تكلمون لا يفرح بمثل هذا القول نعوذ بالله من أن يقال لنا هذا فكان المنفي خلافا للمثبت الوجه الثاني طبعا هذا الذي رجحه المؤلف قال وهو الحق الوجه الثاني الثاني أنه لا يكلمهم أصلا وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره فيكون ما جاء من ظاهرها أن الله يكلمهم مضاف إلى غيره من الملائكة ومن يقضي الله تعالى بأن يكلمهم هذا هو القول الثاني أو الوجه الثاني في الجواب والأول أقرب هناك وجه ثالث ذكره بعض المفسرين وقال إن نفي الكلام هنا المراد به إظهار الغضب المراد به إظهار الغضب فإن من نفى كلامه لأحد أشعر بغضبه ومقته وعدم رضاه وكراهيته له فقوله تعالى ولا يكلمهم الله أنه غضبان عليهم ليس نفياً للكلام إنما بيان أنه قد غضب عليهم ولذلك عبر بعضهم بقوله إنه استعارة للغضب إنه استعارة للغضب وأقرب الأقوال والله أعلم هو القول الأول والثالث هذا قريب من الأول ولذلك لم يذكره المصنف رحمه الله يعني مندرج في الأول فيقوم ما نفاه هو كلام الرضا وما أثبته هو كلام الغضب والعقوبة نعوذ بالله من غضبه قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه بدليل قوله تعالى كتب عليكم لأن معناه فرض وحتم عليكم أو فرض وحتم عليكم مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه طيب قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ظاهر هذه الآية تحتم وجوب القصاص وأنه لا خيار لأولياء الدم في هذا الأمر وأنه ليس لهم إلا الاقتصاص هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم يعني لازم لا بد منه بدليل قوله تعالى كتب عليكم والكتابة هذه الصيغة تدل على الفرض والحتم مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين في قوله تعالى لا فمن عفي له من أخيه شيء والعفو يقتضي الإسقاط فكيف كان كيف يجمع بين العفو والكتابة واضح الإشكال أو وجه التوهم والاضطراب الجواب الظاهر يعني بين وهو أن والجواب ظاهر وهو أن فرض القصاص وهو أن فرض القصاص والزامه فيما إذا لم يعفوا أولياء الدم أو بعضهم كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الآية واضح قولنا الفرض لا ينافي العفو فالفرض هنا بيان أن هذا هو الواجب فيما إذا لم يعفوا أصحاب الدم وذلك قال وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفوا أولياء الدم أو يعفوا بعضهم فإن عفى أولياء الدم أو بعضهم سقط وجوب القتل كما يشير إليه قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لوليه وهو حق له فإن شاء أخذ به والسلطان هو فرض القصاص وإن شاء تركه وقد جاء هذا في الصحيح حيث من حديث أبيه ريلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يودى يقاد يعني يقتص منه وإما أن يودى يعني تدفع ديته نعم قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم أنتم تلاحظون أن الآيات التي يذكر التوهم فيها التوهم من الدر قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا لكنه يجمع كل ما يمكن أن يكون موهما للاضطراب قاويا كان الوهم أو ضعيفا نعم قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود منها إبطال الوصية الوارثين منهم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فجعل الله تعالى كتابة الوصية حق أولا فرض وجعله حقا كتب عليكم هذه الآية بظاهرها تعارض وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حفظ الأنثين فإن الله تعالى قسم المراث قسمه وفق حكمته وعلمه ورحمته جل في علا فما المقصود بالآية هناك تعارض ظاهر تعارض بين الفرض الوصية وبين آيات المواريث بضميمة يعني ينظم إلى إظهار هذا التعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث أعطاك الذي حق حقه ثم قال فلا وصية لوارث أي لا تصح الوصية للوارث نعم فبماذا يكون الجواب والجواب ظاهر وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث والحديث المذكور بيان للناسخ وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة إذا عندنا في الآية قولا قولا هذه الآية نسخت بآيات المواريث ويشهد لهذا الحديث إن الله أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث والقول الثاني أنها محكمة محكمة أي حكمها باق ليست منسوخة فإذا قلنا إنها منسوخة هل يبقى تعارض لا يبقى تعارض يزل يندفع توهم التعارض إن بقيت محكمة فما الجواب يقول وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة وانتصر لهذا القول وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم بدليل آيات المواريث والحديث وأما الوالدان الذين لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول ولكن مذهب الجمهور خلافه طيب يعني الجمهور على أن الآية منسوخة بمجملها لم يبقى من حكمها شيء على وجه الوجوب والفرق القول الثاني بأنها محكمة أي أن الوصية تواجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين فتكون الآية محكمة لكنها مخصوصة بماذا خصت بآيات المواريث وحديث لا وصية لوارث والذي رجحه المسنف رحمه الله مع عليه الجمهور من أنها منسوخة فليس فيها جمهور صية لغير الوارث وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماعة وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماعة على أنها منسوخة مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ قال مقيده عفى الله عنه التحقيق يعني التحقيق في هذه الدعوة التحقيق في دعوة الإجماع هل الآية منسوخة أو لا هو يقول أنه العبادي حكى الإجماعة لأنها منسوخة وهناك مجمع من العلماء قالوا بعدم النسخ فما هو التحقيق فيه مسألة هل الآية منسوخة أو ليست منسوخة انتهينا من دفع التوهم في الآية الآن البحث هل الآية منسوخة أو ليست منسوخة يقول قال مقيده وعفى الله عنه التحقيق التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا وذلك نسخ في البعض لا تخصيص لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل أما رفع الحكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ وإليه الإشارة بقول صاحب مراق السعود وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي هذا الذي حققه نصنف أن جزءا من الآية أن بعض من دون الآية منسوخ بالاتفاق وما عداه يبقى محل تأمل هل هو منسوخ أو لا ثم قال أورد إيراد لماذا لم يقل في الوالدين والأقرب إنه تخصيص وليس نسخا هذه مسألة فائدة دقيقة قال إذا جاء نص وعمل به ثم رفع حكمه لا يسمى بعد ذلك تخصيصا لأنه عمل إنما يسمى نسخ إنما يكون التخصيص قبل العمل بالنص فإذا جاء عام كتب عليكم وصية للوالدين والأقربين لو لم يعمل بهذه الآية وخصت قبل العمل أو جاء نص يضيق مدلولها كان تخصيصا لكن بعد العمل صار إيش نسخا وهذه فائدة عزيزة وتفريق جيد والله تعالى على مصر الله وسلم